في عام 2015 اعتمد زعماء العالم 17 هدفاً للتنمية المستدامة الهدف منها هو إذكاء الوعي العالمي بهذه الأهداف ليشارك الجميع في تحقيقها يمكن أن تكون القصص المصورة هي المفتاح فالفكرة هي إلهام الشباب من خلال الأبطال الخارقين لإحداث تغيير في الحياة اليومية لعقود كثيرة قدمت الأمم المتحدة رسالتها من خلال القصص المصورة والرسوم المتحركة مستخدمة شخصيات متنوعة يرمي المشروع الذي تتعاون فيه جهات مثل اليونسوف إلى إنتاج قصص مصورة لكل هدف من الأهداف وتوزيعها على الصعيد العالمي أحد الأهداف هو المساواة بين الجنسين ويعرض شارادي فراجان مدير شركة جرافيك إنديا تصميم لقصة مصورة عمل عليها مع ستان لي هذا شكرا الجبار ومحور قصته هو وذات يوم يتبادل شكرا الهويات مع جارته ليليا مما يستتبع عواقب كبيرة فليليا تبدأ بالتمتع بحريات كان الأولاد يتمتعون بها فيما يبقى شركة محفوزا في المنزل لا يقدر على الخروج للعب يستهدف المشروع الآخر لشاردا مسألة التفاوت بين الجنسين في الهند ويعد مشروع قوة الفتاة بمثابة دعوة وطنية للفتيات لابتكار شخصية بطلة خارقة يحببن رؤيتها والسؤال هو ما البطل الخارقة التي تحبين؟ جاءت الفكرة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي عندما اجتمع أكثر من 170 ألف هاو في معرض القصص المصورة بنيويورك الذي يعد واحدا من أكبر التجمعات الثقافية للشباب وشاهدت الفعالية تجشين العدد الخاص بالذكرى الخمسين لفريق الرعد وهي قصة مصورة من ستنات القرن الماضي تبرز حفظة سلام الخارقين يعرفون بقوة الاحتياط الأممية للدفاع اشترك منتج باتمان مايكل نيوسلان مع شركة واي يي برادرز الصينية لإنتاج سلسلة جديدة وهي قصة مصورة 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 سيكون للجيل المقبل من الأبطال الخارقين الحقيقيين قوى خاصة لتغيير المجتمعات ملهمين العالم بأحلام أكبر وخيار أوسع أعدت هذا التقرير للأمم المتحدة كتابة مصورة مصورة مصورة